8 دقائق متبقية حتى الآن الوداد بالنسبة له فرصة بيدافع بمنتهى القوة والشراسة لأنه هو متقدم على النادي الأهل الكبير أفريقيا بهدفين مقابل للشيء زي ما قلت لحضر لكم بداية الحلقة أي أن كانت النتيجة هنبقى موجودين معاكم في هذا التوقيت اللي هو قبل نهاية المباراة لأنه زي ما قلت كده إحنا مباراة في كرة القدم بكل روح رياضية لعبنا هذه المباراة أجواء غير مناسبة على الإطلاق لم يكن هناك عدل أو عدالة من الاتحاد الإفريقي في توفير العدالة المناسبة للفريقيين المتنافسين على هذه البطولة وقيمة هذه المباراة رغم اعتراض النادي الأهلي ورغم شكوى الاتحاد المصر لكرة القدم ورغم كل الأمور ولكن زي ما قلنا خطة الاتحاد الإفريقي تسير كما حددها الاتحاد الإفريقي الخطة كما رسمت من البداية أنه إهداء البطولة إلى الوداد وحتى الآن اللي عمله الاتحاد الإفريقي بيهدي هذه البطولة مش لازم بالمناسبة البطولة مجرد أنك تخليها على الملعب بتاعك ووسط الجمهور بتاعك هو أيضا هو ده معناه ما فيش عدال وبالتالي بتدي المنافس يعني أفضلية أفضلية عليك وده اللي حصل من جانب الاتحاد الإفريقي طبعا الأهل زي ما بقول كده بنلقى عليه جانب من المسؤولية ولكن اللعب فيه أجواء غير معتادة وغير طبعية علينا أو على كرة القدم بشكل عام بيحاول فيه فرص النادي الأهلي بتضيع من الشريف وفرصة بعد التانية من شوية أفشة شط كورة كان ممكن تدخل جون أكتر من فرصة ضاعت من النادي الأهلي فيها الدقاق الأخيرة ولكن يعني محتاجين معجزة في الست دقائق المتبقين دول الأهلي يحتاج إلى معجزة هل إحنا في زمن المعجزات؟ هل صعب عملية أنك تعود حتى لمجرد التعادل هيبقى عملية مش عارف مستحيلة ولا لأ لأسف الشديد تأخير محمد هاني كان متأخر جدا كان لازم محمد هاني من نص الشط الأولاني يخرج كان لازم وفيه تغييرات مسماني لما لقى بعض اللعيبة النهاردة مش في حالته من النهاردة كان لازم يعمل تغييرات بدر ولكن هذا هو مسماني أو هذه هي كرة القدم في الآخر بنقول هذه هي كرة القدم نهاردة واحد كان لازم يفوز بالبطولة الوداد حتى الآن هو الذي سيفوز حتى الآن الوداد متقدم 2-0 هو يتبقى 5 دقائق حتى هذه اللحظة 2-0 وإيه اللي ممكن يحدث بالخمس زائل المتبقية كرة القدم زي ما قلنا كده ليفربول لازم أفكركم بمشهد يوم الحد الماضي الأحد الماضي وطبعاً ليفربول خسر بطولة خسر يوم السبت خسر البطولة يوم السبت دور الأبطال ولكن يوم الحد عودة ليفربول من باريس استقبال ليفربول كلها خرجت استقبل ليفربول رغم أنه خسر المباراة استقبلوه لأنه حقق بطولتين والأمر الثاني استقبلوه لأنه قدم عليه وحقق موسم متميز جداً وأنا بناشد جمهور النادي الأهلي العظيم إحنا مش أول مطش والآخر مطش ومش بطولة ولا خسرناها أو غيره لأ لازم تعملوا حسابكم إحنا قدامنا موسم طويل قدامنا بطولات أخرى وبالتالي الأهل يستحق زي ما بقول كده رغم أنه إحنا عندنا عتب كبير جداً على الأداء النهاردة ما كانش الأهل في يومه النهاردة ما كانش كل اللعيبة ما كانوش في يومه زي ما بقول كده الوضع في ظل الأجواء الصعبة اللي مرت علينا مرت على النادي الأهلي قبل هذه المباراة بأيام طويلة جداً وما حدث هو انتكاسة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ما جرأ اليوم هو علامة سوداء في تاريخ الاتحاد الأفريقي